موسيقى السلام عليكم بلغ المسار النووي الإيراني نقطة حساسة بعثور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيرانيوم مخصب بدراجة نقاء بلغت 84% القريبة من النسبة الكافية لإنتاج سلاح نووي تطور وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه التباس يجري العمل على توضيحه من خلال زيارات تفتيشية وتدقيقية يقوم بها مفتشون وكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تأتي هذه التفاعلات لتصب زيتاً فوق نيران القلق الدولي من أداء طهران فيما يتعلق بالملف النووي وغضب غربي مما يوصف بتدخل إيراني سلبي مسانداً لروسيا في الحرب الأوكرانية كما تأتي هذه التفاعلات وسط تظاهرات واحتجاجات متواصلة في الشارع الإيراني طب نظام الحكم في هذا السياق فرضت دول أوروبية سلسلة عقوبات بحق مسؤولين إيرانيين بينهم مزراء وقضاة وقادة في الحرس الثوري الإيراني فقد فرض الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية عقوبات جليدة على مسؤولين إيرانيين على خلفية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حين استدعت الخارجية البريطانية القائمة بالأعمال الإيرانية احتجاجاً على تهديدات لصحفيين إيرانيين يعيشون في المملكة المتحدة ومن جهتها طردت ألمانيا دبلوماسيين إيرانيين بعد حكم إعدام أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن يحمل جنسية البلدين هذه التطورات نبحثها في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب أهلا بكم قبل عدة أيام انتهت فعالياته مؤتمر ميونخ للأمن وسط غياب النظام الإيراني الذي لم توجه له الدعوة من جانب ألمانيا بوصفها الدولة المضيفة عدم توجيه الدعوة لإيران مثل رسالة من الدول الغربية مفادها أن الغرب ماض في طريقه نحو عزل نظام طهران عن المجتمع الدولي لا سيما بعد التقرير الأخير لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي رصد تصعيدا إيرانيا فيما يخص البرنامج النووي بل إن وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين رفيع المستوى أن المفتشين الدوليين رصدوا في إيران يرانيا مخصبا بنسبة 84% الأمر الذي يقرب نظام طهران كثيرا من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي تقرير المفتشين الدوليين أثار حفظة الدول الغربية المواقعة على الاتفاق النووي المعلق مع إيران فأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على هامش مؤتمر ميونغ بيانا مشتركا أعرب فيه عن قلقهم من التصعيد الإيراني وعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أعرب عن القلق إزاء تعميق التعاون العسكري الثنائي بين إيران وروسيا في الحرب الأوكرانية وكذلك سياسة القمع التي ينتهجها النظام ضد المحتجين في إيران وبحسب محللين فإن تصاعد التوتر بين إيران من جهة والدول الغربية من جهة أخرى من شأنه أن يلقى مزيدا من الغموض على مستقبل المفاوضات النووية بين الجانبين وهي المفاوضات التي دخلت في سبات منذ عدة أشهر الأمر الذي ربما تعوضه الدول الغربية عبر السماح لإسرائيل بتنفيذ ضربات عسكرية ضد الأهداف الإيرانية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي وكذلك عبر تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران بهدف إضعاف النظام وإجباره على الجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي وعبر سكايب من تونس العاصمة الدكتور عباس الكعبي الكاتب الصحفي أهلا بكم ضيفي الكريمين نبدأ في الاستوديو أستاذ أسامة ورد على لسان مسؤولين إيرانيين وتحديدا محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قال بأن ما حصل مجرد التباس وأن هناك فرق تفتيشية تزور المكان وتدقق لإزالة هذا الالتباس هل الأمر بالفعل التباس أم أن إيران في غفلة من المجتمع الدولي تفزت قفزة نووية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه الكلمة تناسب تماما المخادعين هناك التباس دعونا نغطي على هذا الأمر دعونا نخفي المخفية كانت أعظم عندما تترك إيران لسنوات بدون اتفاق ملزم فيما يتعلق بالملف النووي فهذا سماح من الغرب ولا يقول لأحد بأن الغرب لا يعلم بأن هذا السماح وهذا التراخي وهذا التعليق للملف النووي بدون رقابة صارمة أو منتظمة يعني لن يؤدي إلى صناعة قنبلة نووية المستهدف فيها هي المحيط محيط إيران وليس الدول الكبرى نحن أمام خداع إيراني ظهر اليوم بهذه الصورة عندما تجرى وأنا لا أعلم من المفتش الرئيسي يجب أن أبحث عنه عن اسمه الذي فعلا تجرى وأصدر مثل هذا التقرير الذي فيه نسبة اليورانيوم هذه الأربعة وثمانية التباس لدى اللصوص دعونا نغطيه إعلاميا دعونا نخدعكم والمزيدنا وما خفيها كان أعظم وأنا أرجح بأن إيران قد وصلت إلى صناعة ربما قنابل نووية بدائية والغرب كله ما زال يعطي إشارات وتصرفات وحتى اتفاقيات شبه معلنة بأنه لا خطر من إيران ولدي في ذلك تصريحات كثيرة جدا لا خطر من إيران على الغرب ولا حتى على إسرائيل إنما الخطر هو على الجوار من هو الجوار؟ هذا الجوار جوار عربي في كل الأحوال السعودية والخليج حتى العراق حتى كل الدول العربية حتى تركيا أستاذ أسام أفهم من كلامك أن الغرب يتبع سياسة تغضي الطرف تجاه الملف النووي الإيراني؟ خطعا بلا شك خطعا بلا شك قارن ذلك لماذا تقام هذه الجولات من التفاوض؟ لماذا تقصف إسرائيل إيران؟ لماذا يجند العالم؟ إذا قلت لي مثلا هل هذا التخصيب وكشف عن هذا التخصيب سيحرك بعض الدول نعم الدول العميقة الدولة العميقة في إسرائيل يهمها تماما أن لا يكون قوم بلا نوية في إيران أو في محيط إسرائيل هذا أمر خاضع للدول العميقة نعم ستتخذ قرار قريب قد يكون بعد موافقة أمريكية بأن تضرب مواقع إيرانية ولكن إيران دولة مساحتها كبيرة جدا ما تخفيه كثير جدا والسماح الأمريكي والغربي لإيران بأن تتمدد سياسيا لن يكون بوسعنا أن ننكر بأنها سمحت لها خاصة لأن أمريكا سياستها بالمجمل تجاه الملفات النووية أن يكون محصلة صفر عندما تساهلت مع القنبلة الباكستانية لأن هناك الهند وهناك هذا الاحتواء المزدوج للهند وباكستان وعداء باكستان للهند والعكس أيضا هذا موجود لذلك إيران لن توجه سلاح استراتيجي تجاه لا إسرائيل ولا تجاه أمريكا والأدلة على ذلك الدولة العميقة في إسرائيل لا تريد أي سلاح استراتيجي في محيطها تضرب صواريخ لأنه لا تعلم بيد من ستقع في المستقبل أستاذ أسلام وصلت إلى استنتاجات سريعة بأن إيران سلاح استراتيجي وقنابل نووية هذا ربما يعترض ويقول بأن الآن حتى المثقف العربي والمحللين السياسيين تهيمن عليهم نظريت المؤامرة بسبب ما يجري في هذه المنطقة سأعود أبحث هذه النقطة معك لو أذنت لأذهب إلى تونس مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عباس اللجنة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أوفدت مفتشين لتقصي الحقائق فيما تعلق بهذه النسبة نسبة 84% درجة نقاء يورانيوم وهي قريبة من إنتاج سلاح نووي فيما لو ثبت كما ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن إيران بالفعل وصلت إلى هذه النسبة أي تأثير سيكون لهذا على مسار التفاوض في الملف النووي بين إيران والمجموعة الدولية برأيك تحياتي لكم مساء الخير تحياتي لمشاهدينكم الكرام وكذلك ضيفكم الكريم لا أستبعد من أن تكون إيران نفسها سربت هذه المعلومة إلى وكالة الطاقة الذرية والإعلان عن نسبة 84% من تقصيب اليورانيوم وذلك بسبب ارتفاع نسبة الضغوطات الدولية والعزلة التي تعيشها الكيان الإيراني الإرهابي بالوقت الراهن فلا أستبعد من أن يكون هذا الكيان هو نفسه سرب هذه المعلومة من ناحية من ناحية أخرى أتفق مع ضيفكم الكريم فيما يتعلق عندما قال بأن سياسة الكيل بمكالين أو بعشرة مكايل فنلاحظ أن كيف هذه الدول الدول الغربية كانت تزور الوثائق وتكذب فيما يتعلق بالسلاح الجمياء العراقي وليس النووي ثم بعد ذلك اعترفوا جميعهم بأن هذه كانت مجرد أكذوبة والعراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل وتعت هذه الذريعة كان هناك تحالف دولي لإحتلال العراق بينما الكيان الإيراني يعلم صراحة وعلنا بأن لديهم مفاعلات نووية كفردون، ناتانز، إراك، دورخوين، أبو شهر في الأحواز هذه المناطق يعلم علنا وصراحة ولكن رغم ذلك لا نشاهد نفس التعامل مع هذا القضية النووي الملف النووي كان يكون لعبة في الكثير من الحالات أحيانا تلعب فيه الدول الأطراف وأحيانا تلعب فيه إيران نفسها مثلا تؤجل قضية المفاوضات أو تسرع في عملية المفاوضات على سبيل المثال حكومة حسن روحاني بعدما كان تراجعت شعبية النظام بنسبة كبيرة وعالية جدا أبرم صفقة الاتفاق النووي ويراها من أكبر إنجازاته ومنح حتى الفرصة أو الحظ أن يكون يترشح لدورتين متفاليتين على سدة الرئاسة أما كان ممكن أن يعود وحاول أن يعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي ولكن هناك الدودة العميقة كما تفضل الضيف في الكيان الإيراني ترى بأنه ارتأت بأنه لا يعني أنه تجعل هذه الهدية مثلا لحكومة إبراهيم رئيسي الحالية العودة إلى الاتفاق النووي خاصة وأن هذا الشخص هو سيء السمعة وسيط نظرا لتورطه في الجرائم في القتل وهو عضو لجنة الموت وتورطه في قتل الآلاف من السجناء السياسيين والمقاومة من أبناء الشعوب غير الفارسية الأحواز البلوش الكراد الآذريين التركان الشعوب المحتلة بشكل عام فإذن القضية أيضا الآن السؤال الأهم من كل هذا ليست المعلومة ربما في حد ذاتها بعد الحديث عندما كان يدور الحديث حول أنه بلوغ إيران إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم وفجأة ترتفع النسبة هذه إلى 84% يعني هذا هو السؤال لكن دكتور عباس يعني من نسبة 84% ما زالت هي قوله مفتشا واحد ضمن لجنة تفتيش دولية وقال المسؤولون الإيرانيين بأن هذا قد يحدث وجود بعض المواد المشعة بالنسبة 84% قد يحدث ولذلك اللجنة هناك موجودة في إيران حتى تتأكد من ثبوت هذا الادعاء من عدمه لكن أريد أن أعود لو أذنت لي مرة أخرى إلى الستوديو أستاذ أسامة يعني بناء على هذا ما يجري على هذا التطور فيما لو ثبت بأن بالفعل أن هناك نسبة نقاء عالية في اليورانيوم المخصب الإيراني برأيك هل نحن سنتجه نحو انتعاش المسار التفاوضي النووي أم انتكاس وتعثر قد يكون هناك تحريك للمفاوضات للملف النووي الإيراني ولكن بالمجمل السؤال هل الملف الإيراني بالمجمل هو ملف سري نعم ببدايته سري وهو مستمر سرية تامة وتعثر المفاوضات في الملف النووي الإيراني إنما هو فرصة لإيراني كيف يعني السري؟ لذلك نحن عندما نتكلم عن دولة غزت عدة دول لديها سياسة توسعية عندما نتكلم عن دولة ليس لديها أي مصداقية لعدائها لإسرائيل أو للغرب حتى عندما نتكلم عن مثل هذه الدولة التي تشوبها التقية في سياستها الداخلية والخارجية من حقنا أن نقول أن يا جماعة تركتوها سنين لديها عدة قنابل نووية هكذا أقول لك نعم لديها عدة قنابل نووية ليس قنبلة واحدة تركت سنوات أنت ذكر الضيف الكريم وأنا أحييه عن الملف العراقي دخلوا غرفة نوم صدام حسين ماذا متابعة دقيقة وكانوا يساعدونهم عبر الأقمار الصناعية في وقت مبكر بعد 20 سنة أكيد لكن يا أستاذ أسامة هناك علماء نوويون إيرانيون اغتيلوا في إيران ولوحقوا في الغرب وفرضت عقوبات شديدة يعني قضية أن هناك سلاح نووي إيراني جاهز يعني قد تكون قضية تكهنية غير مبنية على اقتراضة لا يريد قموا لنوية في إيران ولكن هناك تيار آخر منافق لهذا الذي يعقد الصفقات في الغرب هو عقد الصفقات في أفغانستان مع إيران وعقد في العراق وعقد في سوريا يا رجل في سوريا نحن الآن سجلنا ما يقارب ثلاث ملايين شهيد أغلبهم بأيدي طائفية تابعة لإيران نتكلم عن اليمن نتكلم عن لبنان نحن أمام دولة مارقة بكل معنى الكلمة إسرائيل اليوم في مؤتمر ميونيك تقول بأنه عرضت خطة أمام الأمريكان لتستأذنهم بضرب إيران هذا قد يحصل ولكن هل سيدمر السلاح النووي الإيراني أقول لك باختصار السلاح النووي الإيراني أصبح حقيقة بعدها كل هذا التساهل وهذا النفاق وإن يستطيعوا فعل شيء إلا بضربات عسكرية أقوى ما تعرض له العراق تجاه إيران وهذا سهل للأهداف الثابت على فكرة يعني حتى المفاتشين الدوليين يقولون نسبة النقاء 84% وفيما أعلم معلومات تقول بأن نسبة النقاء 90% ينبغي أن تكون وسط إلى 90% أو 92% حتى تنتج سلاحا نويا يعني ما ذال السلاح نوي بعيدا حتى بلسان المفاتشين الدوليين هذا ما كشف هذا ما كشف يعني نحن نتحدث في ضوء ما كشف وأسأل أنا الدكتور عباس يعني الآن إيران تنفي جملة وتفصيدا من وصول إلى هذه النسبة وتصر على أنها تقصب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% أي قيمة سياسية لهذا النفي الإيراني برأيك بينت بأنه ربما إيران هي من قامت بتسريب هذه المعلومة عمدا يعني إلى وكالة الطاقة الذرية لإجبار الدول الخمسة زايد واحد على التفاوض على العودة إلى الاتفاق النووي يعني هذا المكسب الذي تريده إيران خاصة أنها تعيش حالة من انتفاضة الشعبية العالمة منذ ستة أشهر تقريبا وهذه الانتفاضة لم تهدع حتى يومنا هذا فبالأمس كانت مظاهرات كبيرة في بازاري ظهران والهتافات الموت للديكتاتور والموت لخامنية عادت وكذلك في مناطق أخرى والانتفاضة مستمرة وهناك تغطية إعلامية كبيرة أيضا هناك يعني ضغوطات دولية تدريجي ضد إيران وعلى سبيل المثال مثلا حسين سلامي قائد الحرص اللاثوري الإرهابي الإيراني فقال بالأمس بأن أوروبا دخلت في مرحلة حرب باردة مفتوحة ضد إيران أيضا نلاحظ بأن هناك تغيير في نوعا ما في سياسات بعض الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا والدول الغربية والولايات المتحدة والقاء القفض على حمولات وكميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية الموجهة للميليشيات الإرهابية الحوثية في اليمن ثم أن الدول الغربية تصادر هذه الأسلحة وتنقلها إلى أوكرانيا أيضا موقف يعني الموقف الواضح والصريح يعني الإيراني ودعمها إلى روسيا وتزويدها بالطائرات المسيرة هذا جعل من الدول الغربية الأوروبية بأن تشعر بشكل جدي بأن هناك خطر على أمنها القومي هذه الأمور كلها وتغيير المعطيات وتغيير الترتيبات في أولويات الاستراتيجيات الأمريكية والدولية فيما يتعنق بحرب أوكرانيا يعني جعلت هناك موازين جديدة في المنطقة لذلك يعني ربما تستغل يعني هذه النسبة والإعلان عن هذه النسبة الـ 84% خاصة وأن الخبراء العسكريون يؤكدون بأن مثلا القنبلة الأمريكية التي يعني سقطت على هوريشيما كانت نسبة التخصيب فيها 80% 80% هي نسبة كافية ربما لصنع القنبلة النووية أو الذرية فربما تستغل هذه المعلومة للمزيد من التصعيد والضغط تجاه الكيان الإرهابي الإيراني من ناحية الدول الغربية أما بالنسبة لهذا الكيان فهو يستغل أو يوفض هذه المعلومة من ناحية للضغط على العالم بالعودة إلى الاتفاق النووي لإنقاذ نفسه بالوقت الراهن خاصة وأنه يشهد حالة من السقوط حالة من الانهيار الحقيقي في الداخل على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي على الصعيد السياسي على الصعيد الايدولوجي الفكري يعني الأخلاقي على جميع المستويات نعم وقد وصل سعر الدولار إلى 500 ألف توماني إيراني إذن بعد الفاصل وقفة قصيرة تتبعه عودة الاستئنافي الحديث هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمّة الآن أصبحت 7000 سنة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم هذه عودة لمواصلة الحديث بشأن تطورات الملف النووي الإيران أستاذ أسامة يعني الآن قبل أيام اختتم مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا وللمرة الأولى منذ عدة سنوات لم تدعى إيران لهذا الموضوع كيف ينبغي أن يفهم هذا التجاهل أو هذا التغييب لإيران؟ يعني هذا مفهوم واضح جدا لأنه هذا المؤتمر وجهة ضد روسيا وضد حرب روسيا في أوكرانيا فالروس أيضا لم يدعوا كانوا هم من الراعين لهذا المؤتمر ولم يدعون ودعية شخصيات معارضة احتلت مقعد روسيا في هذا المؤتمر وأيضا شخصيات معارضة يعني ابن الشاه حضر أيضا على كرسي إيران إذن الموضوع يتعلق بأوكرانيا لا تنسى وأنت ذكرت ذلك أن إيران حليفة لبوتين اليوم حتى في الملف النووي قد تكون هناك مساعدات نووية انصحة التسميم من روسيا لإيران أو تهديدات نووية من بوتين عن طريق إيران يعني في الملف النووي الإيراني وقد يعطيها أيضا قبل نووية جاهزة بلا تخصيب بلا مشاكل هذا الأمر إذن هذا المؤتمر أكيد وجهه ضد روسيا مثلا وزير خارجية الصين يفصح عن أمر غريب أنه لم يزود روسيا بالذخيرة ولن يزود روسيا في المستقبل وأن هذا عبارة عن تكاهنات غير صحيحة هذا التصريح العلني يعتبر وثيقة صينية بأنها لن تكون مع روسيا هذا مؤتمر بيونيخ على فكرة تجري يعني ضمن هذا المؤتمر لثلاثة أيام تجري الاتفاقات من تحت الطاولة أكثر منها ما يعرض على الشاشات لأنه هذا من الستينات هذا المؤتمر ويأتي لترتيبات أمنية في المنطقة إيران الآن بعد أن دخلت كطرف في الحرب الأوكرانية الروسية وتدعم بوتين بما يريد من مسيرات وغير ذلك وأكثر من ذلك يعني دائما يجب أن نقول في السياسة الحالية أنه ما خفية كان أعضب وبالتالي إيران أنها تورطت في دعم بوتين اليوم الغرب حقيقة وهذا الأمر غير خاضع للصفقات للديلز المشهور بها الغرب أن أوكرانيا اليوم يجب أن تكون تتصدى لروسيا ويجب أن تخسر روسيا في أوكرانيا هذه إرادة غربية ومن يقف مع بوتين أشد مما يعني سيكون موقف الغرب ضده أكثر مما فعلت إيران فينا في المنطقة وأكثر من كل جرائمها حركت الغرب نحن الملف الأوكراني يا سيدي في أوروبا نستثمره لنقول للغرب أن السورية احتلها بوتين من 2015 قبل الأوكرانيا بس سنوات فالتفتوا إلينا جرائم بوتين في سوريا قبل أوكرانيا هذا الملف الآن هو المعني وهو في الصدارة من الأسف الشديد أمام الغرب تورط إيران مع بوتين نهايتها ستكون يعني فيه احتمال تكون وخيمة طيب دكتور عباس عدم دعوة أي مسؤول رسمي من إيران قابله دعوة معارضين جلسوا في مكان المسؤولين الإيرانيين هل هذا الإجراء برأيك يعني يمكن أن يعول عليه في الوصول إلى الاستنتاج بأن اللهجة الأوروبية بعد الأمريكية صارت أكثر حدية وخشونة مع إيران فيما يتعلق بسياساتها سواء في الملف النووي أو في الموقف من الحرب الأوكرانية نعم أولا من العار على أي دولة أوروبية سواء كانت ألمانيا أو غيرها بأن تدعو دولة أو كيان إرهابي كالكيان الإرهابي الإيراني خاصة وأن الجميع يعرف أنه الأول يتصدر المرتبة الأولى في زعزعة أمن واستقرار سواء المنطقة المنطقة العربية في الشرق الأوسط وفي العالم وأيضا هذا الكيان متورط في ارتكاب عمليات إرهابية وسلسلة عشرات الإغتيالات في العواصم والمدن الأوروبية من برلين نفسها كإغتيال حادثة مطعم ميكونوس اليوناني وإغتيال القادة الأكراد وإغتيالات أخرى في النمسا وفي باريس وفي هولندا وإغتيال شخصية وطنية أحوازية ومقاوم قياد أحوازي أيضا قبل خمسة سنوات تقريبا فكل هذه الجرائمة ارتكبتها ارتكبها هذا الكيان فمن المعيب جدا على أوروبا أن تدعو هذا الكيان لإجلاس أمني في برلين هذا من ناحية من ناحية أخرى يبدو أن برلين تريد أن تعالج الخطأ بالخطأ أو الغلط بالغلط فأولا أنها نعرف بأن ألمانيا هي من وهبة تسمية إيران إلى هذا الكيان الذي أنجبته الدول الغربية الأوروبية تحديدا وألمانيا بدعمها بالصحيح من ناحية هي لم تقم بدعوة إيران ولكنها استدعت من استدعت رضا بهلوي ابن محمد رضا بهلوي المقبور وهو المعروف بأنه المجرم الأكبر والديكتاتور الأعظم في المنطقة وهو أبوه يعني كان رضا بهلوي المحتل للشعوب والدول والكيانات والإمارات التي كانت قائمة الذات وهو المتورط في قتل مئات الآلاف من أبناء هذه الشعوب غير الفارسية فأيضا أن تقوم بدعوة هذا فهي محاولة من ألمانيا لإنقاذ الكيان ولكن حتى وأن كانت على حساب النظام يعني في حال سقط هذا النظام الإرهابي الحاكم في طهران اليوم فعلى الأقل يعني أن ألمانيا والدول الأوروبية تحاول الحفاظ على هذا الكيان الذي أنجبته فيه خفزها نقاط مهمة أثرتها لكن ما الرسالة التي تفهمها كمراقب ومختص بالشأن الإيراني ما الرسالة التي تفهمها من وراء إبعاد إيران عن هذا المؤتمر وإحضار المعارضة هل ثمت رسالة واضحة محددة للغرب من وراء ألمانيا نعم الرسالة هي تعرض أوروبا بالدرجة الأساس إلى التهديد الجدي لأمنها القومي وأشار ضيفكم الكريم إلى هذه النقطة بالغة الحساسية والخطورة بالنسبة إلى أوروبا باعتبار أن الدعم أو استفاف إيران إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا هذا بات واضح جدا وأصبح أمر مزعج ومثير للغلق بالنسبة عالية جدا بالنسبة للأمن القومي الأوروبي فأوروبا لا تمزح فيما يتعلق بأمنها القومي هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا بالنسبة لإعادة ترتيب الأولويات في الاستراتيجية الأمريكية ففي السابق مثلا كانت أمريكا يعني تضع أوروبا في صدارة أولوياتها ثم يعني شرق آسيا وثم الخليج العربي اليوم يبدو أن الأولويات تغيرت فشرق آسيا أصبحت أكثر أهمية من أوروبا يعني كما نلاحظ في الاستراتيجية الأمريكية وأيضا الخليج العربي أصبح يعني أكثر أهمية ربما من أوروبا يعني جاء في المرتبة الثانية ربما يأتي يعني الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة ومصادر الطاقة العالمية ولاحظنا كيف أن هذه الحرب حرب أوكرانيا يعني كم أثرت على العالم وعلى الدول الأوروبية بالذات فيما يتعلق بقضية الطاقة فكانت بعض الدول الأوروبية تعلق يعني بعض الآمال على الحودة إلى الاتفاق النووي وتدفق الغاز والنفط من الكيان الإرهاب الإيراني حتى وإن كان هذا النفط والغاز هو أحوازي عربي ولكن تستولي عليه هذه الدولة المحتلة تدفق هذه الطاقة إلى أوروبا ولكن لم يحدث هذا الشيء فالرسالة الكبرى هي كما تفضل الضيف الكريم موجهة إلى الدولتين الحليفتين المجرمتين يعني روسيا وإيران ولاحظنا جراء روسيا وإيران معا في سوريا وما فعلاه بشعبنا العربي السوري والقتل والإبادة والتهجير واللاجئين والدمار والخراب وغير ذلك فالرسالة تبدو واضحة هي موجهة إلى روسيا وكل من يقف إلى جانبها طيب أستاذ أسامة هل هذا المؤتمر وإبعاد إيران وإحضار المعارضة برأيك يمكن أن يشكل دليلا على أن اللهجة الأوروبية صارت أكثر حدة أن نخشونها مع إيران لا حد الآن شكلي يعني إذا قلت أن هناك استعراض شكلي في هذا المؤتمر وإحضار معارض هزيل يعني بكل أحوال دون انتقاس منه ولكن هزيل ليس له تاريخ معارض قوي ضد النظام الإيراني إلى ما هنالك وهناك مجاهدي خلق أول معارضة الوطنية الإيرانية بكل أجنحة حتى لا تكون حاضرة هذا غريب وعجيب لأن لديهم حضور أوروبي في المظاهرات في الوجود لديهم في كل الدول الأوروبية على كل أحوال هذا استعراض إذا كان هناك أفعال يعني ستكون في الأسابيع القادمة بعد هذا الأمر الشكلي سنرى ونحن من طريق اليوم لا تستطيع التحرك كمعارض سوري مثلا أو معارض للنظام الإيراني إلا عن طريق الملف الأوكراني هكذا يعني أقول لك الطريق إلى تحريرنا في سوريا يمر عبر أوكرانيا هذا للأسف الشديد لأن كل الدول بفيها أمريكا لا تتلاعب أبدا وأوروبا أنا أخالف قليلا الضيف أوروبا رقم واحد لأمريكا لأن الحديقة الخلفية لأمريكا قطعا والامتدادات حتى البشرية العرقية للمهيمنين على الولايات المتحدة كلهم من الأنجلوسكسون ومن حتى الجيرمن وإلى آخره فلذلك نحن أمام أمر واضح وهو الملف الأوكراني إيران قد تكون يعني كسرت الخط الذي يمنع الدول العميقة بالمضار بها ذكر نقطة مهمة ضيفنا من تونس ذكر بأن إحضار المعارضة إلى ميونيخ دليل على أن برلين وربما الغرب ويريدون إنقاذ الكيان الدولة يعني الدولة الإيرانية برأيك هل وجود هذه المعارضة الهزيلة التي اختلفت وتطاحنت على تسمية قائد المعارضة ولا يحظى برضى وإجماع المعارضة طبعا رضى بهلوي في ميونيخ هل هذا دليل كافي على أن يمكن أن ينقذ الكيان من خلال هذه المعارضة الهزيلة والضعيفة قلت لك الأمر الشكلي إلى الآن يعني الآن نحن يوم يوم 20 انتهت المؤتبر إذا كان هناك إجراءات فعلية وهذا ما نريده ونؤكد للمشاهد الكريم إذا لم يحصل إجراءات فعلية ضد هذا النظام مثل ماذا؟ على بوتين ليطبقوا على إيران أنت عندما تقرأ تفاصيل العقوبات الاقتصادية على روسيا أو على بوتين لن تجد مثلها في التاريخ على فكرة إلى الآن وهي مستمرة لو طبقوا نصفها على إيران حقيقة أنهم يدعون أنهم طبقوا لكن إيران تخرق ويعلمون من يخرق العقوبات وكيف أنها بنسبة 80% مثل نسبة التقصيد يعني نجت من العقوبات المفروضة عليها بكل الأحوال نحن أمام غرب منافق نرجو أنه تغير الملفات ودخول العام الثاني للحرب الأوكرانية والاستنزاف الأوروبي أنا أشهده استنزاف أوروبي واضح باستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وبالتالي هذا قد يدفعنا لأن نأمل بأفعال حقيقية تتجاوز الصفقات مع إيران هي مستمرة ويكون هناك فعلا تحجيم وضغط حقيقي اقتصادي وعسكري ضد إيران طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل هذه النقطة أريد أن أطرحها عليك دكتور عباس يعني قلت أن برلين تهدف إلى إنقاذ الكيان الإيراني وتقصد طبعا الدولة الإيرانية برأيك وجود هذه المعارضة الضعيفة المتشاحنة فيما بينها المتشضية وأنت طبعا من المعارضة وإن كنت ترى نفسك أنه يعني شيء آخر غير المعارضة لكن هذه المعارضة برأيك كافية لاستنقاذ الكيان الإيراني أم أن ربما تكون الصورة أكثر مأساوية فيما يتعلق بمستقبل الدولة الإيرانية نعم لا أرى نفسي من المعارضة بل أنتمي إلى المقاومة الوطنية الأحوازية ونطالب بتحرير دولتنا العربية الأحوازية المحتلة من كيان الإرهاب الإيراني هذا واضح يعني بالنسبة للعنوان وقلت بأنها محاولة يعني معالجة الغلط بالغلط يعني من قبل الأسلوب الذي تعاملت به برلين ودحوتها إلى رضا به لو وحده دون وجود يعني أي من الأطياف الأخرى أو الشعوب خاصة الممثلي الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ونحن نعلم بأن هذه الشعوب مجتمعة تشكل نسبة 75% من إجمالي تعداد سكان ما تسمى بإيران وذكرت هذه الشعوب وتبلغ أعدادها بعشرات الملايين وقياسا بالأقلية الفارسية يعني تصبح الفرس هنا يصبحون أقلية قياسا بتعداد هذه الشعوب فألمانيا قامت باستدعاء رضا بهلوي وحده يعني هنا لا تبرزه دون استدعاء مثلا أن الأطياف الأخرى من أبناء المقاومة البلوش الأحوازيين الأذربايجانيين الأكراد قد يقول لك قائل دكتور عباس قد يقول لك قائل إن برلين يعني أحضرت رضا بهلوي الفارسي لأن الفرس لهم رمزية يعني تتوحد حولها الدولة والغرب يريد إيرانا موحدة ككيان جغرافي ماذا يمكن أن يقال عن هذا نعم هذا هي العذرا الأكذوبة التاريخية بيانت يعني بأن ألمانيا هي من وهبة تسمية إيران سنة 1935 إلى هذا الكيان على أن الشعب الفارسي هو شعب ينحدر من العرق الآري والجرمن آنذاك يعني يعني الآن يعني ينحدر من العرق الآري ولكي يقول كانت لديه طموحات وأطماع في شرق الأوسط ما يقول يعني لدينا امتداد بشري في الشرق الأوسط فمن هذا المنطلق جاءت هذه التسمية تسمية إيران الباطلة فالأمر كله من الأساس عذرا هو باطل ولا يقوم على الأساس الصحيح يعني وهناك تفضيل يعني ماذا يعني هذا التفضيل للأقلية الفارسية وللعرق الفارسي من ناحية من ناحية أخرى عذرا يعني أوروبا لا يمكن أن تعيد أو الدول الغربية لا يمكن أن تعيد نفس التجربة السالف في سنة 1979 عندما سقط نظام حكم محمد رضا بهلوي المقبور آنذاك فجاءت الدول الغربية بالخميني المقبور هو الآخر وعذرا على استخدام هذه المصطلحات عموما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أول المعترفين بنظام الخميني بعد 48 ساعة كانت الدولة الأوروبية قد تسارعت فيما بينها للاعتراف بالنظام الجديد وهو نظام الخميني فهذا كان بديل جاءت به أوروبا وجاء على متن طائرة فرنسية جاء من باريس لم يأتي من مكان آخر يعني جاء من الغرب بالتالي وتم تنصيبه على سدة الحكم في طهران اليوم لا يمكن أعادة نفس الترجربة السابقة اليوم تغيرت المعطيات تغيرت الموازين هذه الشعوب لم تعد تقبل بأي شكل من الأشكال من أن يحكمها فارسي ويختزل جميع السلطات لنفسه ونحن نلاحظ ثورات وانتفاضات الانتفاضات المستمرة لهذه الشعوب فلا يمكن بالنسبة للأحواز مثلا أن يحكمه رضا بهله وغيره وكذلك الحال بالنسبة البلوشي والأذربيجاني والكردستاني والتركماني فهذه الشعوب بلغت إلى مرحلة الكفر بهذا النظام وبأكاذيبه وبالدجل وبالنفاق الدول الأوروبية طبعا إذن خيارات الضغط الغربية الممكنة على إيران في المرحلة المقبلة هو ما نبحثه في الجزء الأخير من هذه الحلقة بعد وقفة أخيرة برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة معاناتنا ليس لإلها حلق ما لا مثيل أبد بكل العرب نازل 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 خرجنا مقالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من الجدورها من المدرسة للشغل من الشغل للمدرسة وما نقدر حالتنا تعبوا نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندري ها صار لهم أربع السين ما ندري هم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أهلا بكم في هذا الجزء الأخير أستاذ أسامة الآن هناك جهات إصلاحية تشعر بالقلق مما قالت واستحديدا صحيفة أمروز أرمان أمروز الإصلاحية تقول بأن هناك مشروعا جديدا يجري الإعداد له والعمل عليه في الغرب ضد إيران وذكرت بأن الشحن ضد دولتهم يزداد ويتسع شيئا فشيئا هل ترى الأمر على هذا النحو؟ يعني لا أعتقد أنه في الدعاء الإيرانية توقفت يوما واحدا عن افتراض بأن هناك مؤامرات غربية ضدها وهذه كله إلى الآن غير ملموس غير صحيح تلمسنا كثير من الأمور وجدنا أن التحالف الغربي مع إيران متكرر ملفات صفقات مع إيران بشكل واضح حتى مع إسرائيل لن نذكر ونذكر المشاهد بإيران كونترا بأن هناك صفقات من السلاح وزير الخارجية الأسبق البريطاني يقول لم تتوقف صفقات الأسلحة الإسرائيلية إلى إيران ولا يوم واحد خلال الحرب العراقية الإيرانية هذا الكلام يكون واضح أمام المشاهد نحن نتكلم عن أشياء أكيدة لا نخمل ولا نحلل كثيرا يجب أن نؤكد على فكرة ذكرها الضيف أن الاتفاق الذي ذكرته موقع جيو الفرنسي ذكر بأن هناك اتفاق أمريكي بالتسعة وسبعين أمريكي بريطاني فرنسي بحضور روسيا حتى بموافقة روسية على أن يستبدل الشاه ويتخل عن الشاه وبخلال 35 يوم سيطر الخميني ولنقول بين حسين أنصاره ان سيطروا على الحكم في إيران 35 يوم لم تحصل مقاومة يعني على نسبة عدد الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية العدد قليل من الضحايا قليل جدا لذلك نحن أمام أمر أن الغرب أتى وتخلى عن الشاه وأتى بالخميني وهذا الأمر لماذا أتى بالخميني فيه تفاصيل كثيرة نقول أن هذا الكيان محترب مع المحيط من حوله يحقق أبنية أمريكا وحلمها بأن يكون هناك دائما احتواء مزدوج وصدام بين الدول والكتل يعني لن نقول كلمة أن نقول صفوية ولا نقول شيعية نقول كيان صفوي وسط الصنة ليكون استنزاف وتحييد لكل الطرفين هذا مستمر وبالتالي يجب أن نذكر أن العالم كل العالم بأنه لو أرادوا فعليا أن يتخلصوا من هذا النظام والبديل موجود البديل عندهم في الغرب موجود يعني المعارضة الوطنية الإيرانية بكل أصنافها موجودة موسوقة وتفاصيل كثيرة على كل حول البديل موجود ولو أرادوا فعلا أن يفعلوا شيء لفعلوه مو والله الموضوع دبلوماسي سياسي ما معنى سياسي أنه جهود سياسية ضد إيران طرد اثنين من السفارة الإيرانية في برلين ردا على حكم بالإعدام ضد مواطن ألماني الموضوع تعدى ذلك إلى ضربات عسكرية حقيقية لماذا فعلوا بالعراق كما ذكر الضيف وتفاصيل مذهلة يا رجل يا رجل لم يعطوا يعني إسرائيل بس أضيف دعني أبحث معك هذه المسألة أستاذ وسمع الإيران اليوم ليست مثل العراق إيران اليوم تمتلك أدوات تحريك وإشاعة الفوضى في المنطقة لأيديها أذرع وميليشيات عسكرية مسلحة في عدد من دول المنطقة وتستطيع أن تسبب الصداع للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة لإيران على الحدود يعني إيران ليس من السهل ضربها في هذه المرحلة الأول من ناحية العسكرية للأهداف الثابتة الإيرانية يعني أقول لك ولو ليس فيها مبالغة أنه بدوسة زر تستطيع أمريكا توجيه التومهوك والصواريخ المتوسطة والعابرة حتى للقارات لتدمير ثمانين بالمئة من البنى التحتية الإيرانية والقواعد العسكرية الإيرانية والمطارات والموانئ إيران مغرية أهداف ثابتة موانئ مطارات دنيا أنت تتكلم عن مقارنة اللازم تكون موجودة صدام حسين كان فعلا يهدد من حلفاء الغرب فعلا وكان مستقل في هناك أمر مهم جدا أمريكا فقط الذي تتفق وتعقد معهم صفقات لا تضربه صدام حسين كان فيه هذه الميزة أنه مستقل عن أي إرادة خارجية ياسع عرفات أقول لك كان يقول كل اجتماعات نظمة التحرير كانت تصل أخبارها إلى إسرائيل إلا إذا اجتمعنا في العالم لكن أريد أن أفهم هنا من الدكتور عباس لو سمحت ما الحامل الذي يقوم عليه الموقف الغربي السلبي من إيران هل هو الملف النووي التوسع الإقليمي في دول الجوار هل هو التدخل في أوكرانيا هل هو القمع الداخلي للتظاهرات ما الحامل الأساسي الذي يشكل الموقف الغربي من إيران اليوم لا أظن بأن قضية قمع للانتفاضة والمنتفاضين وقضية يعني الاغتيالات ونشر الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الدول العربية ونشر الميليشيات الإرهابية وغير ذلك لا أظن بأن كل هذا يعني يثير حفيظة الأوروبيين والدليل على ذلك كون هذا الكيان الإرهاب الإيراني يعني يمارس هذه السياسة أو الاستراتيجية منذ عشرات السنين والدول الغربية لم تتخذ إجراءا واحدا ضد هذا السلوك الإرهابي الإيراني وحضرتك بيّنك يعني بأن هناك يعني إيران لديها أذرع وليست كالعراق وغيرها أنا لا أرى ذلك باعتبار أن الميليشيات هذه والخلايا الإرهابية النائمة واليقظة المنتشرة في الدول الأوروبية وفي العالم وكل هذه يعني يتم تمويلها بضوء أخضر غربي سواء أوروبي أو أمريكي وكل معروف ومتعارق عليه والدليل على ذلك بيّن قبل قليل منذ بداية البرنامج بأن اليوم مثلا السفن الحربية البريطانية والأمريكية تمكنت عدة مرات من إيقاف سفن إيرانية محملة بالأسلحة موجهة إلى ميليشيات الحوثية الإرهابية فإذا لو أرادت فهي قادرة على إيقاف كل هذا التمويل والميليشيات بدقيقة واحدة بساعة واحدة فهي قادرة لأنها لديها معرفة ولديها أطلاع كامل على ما يدور يعني وكيفية الدعم ولكن ما يطير حفيظتها وما يجعلها منزعجة اليوم هو الدعم الإيراني والأصطفاف الإيراني الكامل إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا وتهديد الأمن القومي الأوروبي ولا أحدنا دكتور عباس كانت إيران تحظى بهذا القدر من غد النظر الغربي تجاه سياساتها في المنطقة ملفها النووي توسوعها الإقليمي سحق المعارضة المنطفضة في الداخل ما الذي يدفع حكام إيران إلى المغامرة بكل هذه الامتيازات والتدخل لصالح روسيا الخاسرة استراتيجيا في أوكرانيا هل يمكن تحليل الموقف الإيراني؟ نعم لا ننكر لا ننكر بأن الفرص لديهم الخبث وعدهم أن يمتلكون شيء من الدهاء أو الذكاء السياسي أو غيره ولكن يمتلكون هناك لديهم صفة تطغي على هذه الصفة هذا حسب درايتنا المباشرة بطبيعة الشعب الفارسي وتركيبة الفرص لديهم خصلة وهي سلبية جدا وهي النسبة العالية جدا من الطمع والجشع فهم لا يكتفون بالقليل والدليل على ذلك عدد المسؤولين الإيرانيين مثلا صرحوا بكل بجاحة بأن هناك أربعة عواصم عربية أصبحت تحت هيمنتنا وهي واضح هي دمشق وصنعاء وبيروت وبغداد وهناك مسؤول إيراني آخر يصرح بأن الحدود الجغرافية الإيرانية لن تتوقف عند الشلام شاء المتاخمة أو في العراق يعني حدودنا مع العراق بينما اليوم أصبحت تصل إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وغير ذلك فصحيح أن هناك حالة تخادم في المصالح وتبادل المصالح بين الكيانين الإرهابيين الإيراني والصهيوني ولكن جشع وطمع الفرس والطبيعة هذه النعرة الموجودة عند الفرس تجعلهم أحيانا لا يرون حتى مصلحتهم أو لا يتوقفون عند حدود المسموحة لهم أو المرسومة لهم فتجاوزوا الحدود المسموحة لهم تجاوزها بكثير تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء بما ارتكبوا من جريمة جنوا على أنفسهم في دعمهم إلى روسيا ومشاركتهم في الحرب في أوكرانيا طيب جميل أستاذ أسامة بناء على ما قاله الدكتور عباس ما خيارات الضغط الغربية الممكنة على إيران للجمها عن التوسع فيما يسميه الغرب طموحها النووي يعني بلا شك هي خيارات كثيرة جدا خيارات اقتصادية وقلت لك لو طبقوا عمليا لو طبقوا العقوبات المفروضة عليها بشكل فعلي وأوقفوا الذين ينتهكون هذه العقوبات بواجهات أخرى على كل أحوال والضربات العسكرية لا بد منها لأنه من الصعب ضربه وأنا كملم بالقضايا العسكرية والتسليحية هذا من السهل ضرب هذا الكيان واستنزافه خاصة بوجود هذا الكم العالم أنا لا أتفق كثيرا مع الضيف الكريم في قضية يعني توجيه اللوم إلى العرق الفارسي لأنه أنا مطلع على قضية أنه حتى الفرس اليوم حسب اليوم ردة يا رجل من الكره هذا النظام يعني وهذه ردة خطيرة تؤذي حتى تعاليمنا الإسلامية أنا كتبت مقال اسمه الردة القادمة من إيران يعني الناس كفرت بالحجاب والحجاب أمر رائع وعظيم وعصري خرجوا خرجوا بدون ملابس عراية نساء وهكذا للتحدي النظام الإيراني هذا النظام بصراحة ضرورة زواله ضرورة لنا كعرب ضرورة لنا كمسلمين وشوه الإسلام أنت تعلم في المدة الأخيرة ياريت سوى حلقة عنها سيدة الجنة عبارة عن تحريف وربط الواقع أن داعش هي الصحابة هم يعني دواعش وأنه ما حصل تحريف كامل أنا مهتم أن أعرف منك أكثر مما فعلته أمريكا الآن في موضوع التضييق الاقتصادي والسياسي على إيران من الناحية العملية ما لم يكن يتفعل أكثر حقيقي فقط فقط أبدل الكلمة ضغط اقتصادي حقيقي ومستمر ضغط عسكري حقيقي ومستمر لم يحصل طب هذا الضغط الاقتصادي أورث فقرا في إيران وكفعت قيمة الدولار يا رجل لبنان ذراع إيران في لبنان الآن على كفع فريت هذا الضغط الأمريكي الاقتصادي أوصل إيران لحافة الهوية شارع غاضب من الفقر والتومان يعني الدولار بنصف مليار تومان لا يغرر كذلك لسه ما زالت للأسف الشديد الانتفاضة في إيران لسه ما زالت ضعيفة أنت تتكلم عن قدرة أمريكية هائلة تخيث الصين من أي مواجهة مع أمريكا لأنها اقتصاديا ستدمرها للصين أنا أقول لك في أذرعها اللي ذكرتها أنت لبنان تستطيع أن تقطع ذراع إيران في لبنان لبنان محطمة اقتصاديا لآن أي ضربة بأمر أمريكي من إسرائيل للبلد التحتية اللبنانية والله سيحمل السلاح المسالمون اللي بنسميه النعا بدهم يحملوا السلاح ضد حزب الشيطان وحزب إيران الذراع في اليمن الذراع في سوريا الذراع في العراق في العراق تشارك منتفق عليه بين أمريكا وإيران أوقفوا التشارك هل تعلم قرصة الإذن البسيطة في الدولار عندما البنك الفيدرالي الأمريكي حذر قليلا وأوقف ضخ الدولار اللي هيباع بالمزاد يوميا بالمنك مركز العراق أستاذ أسمى بقي ثم من يقول لك أن ليس لأمريكا مصطحة في امتلاك smok ثم يقول لك أن ليس لأمريكا مصطحة في امتلاك إيران سلاح نوعية لكن يديها مصطحة في سليطرة الإيرانية على المنطقة أسأل السيد عباس في سؤال أخير هو إيران في وضعها الداخلي والإقليمي والدولي اليوم هل تملك القدرة على تحمل أي تبعات لتجاوز الخطوط الغربية الحمراء فيما يتعلق بالملف النوعية؟ لحد الآن لم نشهد اتخاذ خطوات جدية من قبل الدول الغربية فالعقوبات وحزمات العقوبات تجاه سياسيين ووزراء وأمنيين وغير ذلك ومنها جزء قليل منها يتعلق بالاقتصاد ومعاقبة بعض الشركات التابعة الحرس اللاثوري الفارسي هذه حقيقة ليست مجدية وأساسا العقوبات حتى لو بلقت ذروتها على سبيل المثال العراق 13 عاما تحت أشد أنواع العقوبات في التاريخ البشرية لم يسقط إلا باحتلال عسكري مباشر كوريا الشمالية الطاغية بشار لم يقولوا بأن هناك عقوبات مفروضة عليه كذا لكن حال بالنسبة للنظام الحكوم في ليبيا القذافي إلا سقطت هذه الأنظمة وتسقط ممكن بالتدخل العسكري المباشر هذا ما سيحدث أما الحديث عن العقوبات وحزمات العقوبات التي تطلقها بين نظام نظام بهلوي لم يسقط بالتدخل العسكري مباشر نعم صحيح لم يسقط بالتدخل ولكن سقط بالتحريض الشارع على كافة المستويات وتعضير البديل منذ عدة سنوات كان مهيئا للبديل وهناك ضخ إعلامي غير مسبوق في التاريخ وهناك دعم مادي للثورة التي حدثت في عامة جغرافية ما تسمى بإيران آنذاك نعم أشكرك شكرا جزيلا امتهى الوقت نعم نعم أمريكا منذ يومين اعتبرت قرار بريطانيا بإدراج الحرس الثوري ككيان إسرائيلي أن هذا لا يخدم العودة لملف المفاوضات الإيرانية أمريكا منذ يومين هذا الكلام فقط لي يعرف المشاهد أشكرك شكرا جزيلا ختاما مشاهدي الكرام أشفى الضيفية الكريمين في الستوديو وسامة الملوحي الكاتب والمحلل السياسي وعبر سكايب من تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي والشكر الأكبر لحضراتكم على كرام المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة